نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تلالومير وبداية يسر مكتب فضائية نورسات في الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم بأسمة ثاني والتبريك لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهدي الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد دعينا الله أن يحفظ جلالته والشعب الأردني الغالي والعالمين العربي والإسلامي بخيرا وصحة وأمان وأن يجنب البشرية جمعاء من هذا الوباء الناتجي عن انتشار فيروس كورونا والبداية مع العنوين البابا فرانسيس القدس مكان للصلاة والسلام وليس مكانا للعنف الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد ينبوع والدة الإله القابل للحياة الذكرى الخامسة لتدشين مزارة طبوية ماري ألفونسين في الصلب قداس احتفالي في بلدة الخضر ببيت لحم بمناسبة عيد القديس جوارجيوس وفيها أيضا مفاعل أسرار الوردية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور أهلا بكم وجه قداسة البابا فرانسيس نداء بعد تلاوة إفرح يا ملكة السماء قال فيه أتابع بقلق خاص الأحداث التي تجي في القدس وأصلي لكي تكون مكان لقاء وليس مكان اشتباكات عنيفة مكانا للصلاة والسلام وأدعو الجميع لكي يبحثوا عن حلول مشتركة لكي يتم احترام الهوية المتعددة الأديان والثقافات للمدينة المقدسة وتسود الأخوة وختم البابا فرانسيس نداءه بالقول إن العنف لا يولد إلا العنف كفاشتباكات وفي ذات السياق عبر بطاركة ورؤساء كنائس القدس عن قلقهم الشديد إزاء التطورات المتعلقة سواء في المسجد الأقصى أو في حي الشيخ جراح وما تضمنته من أحداث العنف الأخيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية وقال بيان صادر إننا نشعر بخيبة أمل وقلق عميقين من أعمال عنف تنتهك حرمة المقدسيين والقدس كمدينة للسلام ونؤكد أن الأعمال التي تنال من سلامة المصلين وكرامة الفلسطينيين الذين يتعرضون للإخلاء من منازلهم هي أعمال غير مقبولة وأوضح البيان أن الطابع الخاص للمدينة المقدسة في ظل الوضع الراهن يجبر جميع الأطراف على الحفاظ على الوضع الحساس في المدينة ودعا البطاركة ورؤساء كنائس القدس المجتمع الدولي وجميع أصحاب النوايا الحسنة للتدخل لوقف هذه الأعمال الاستفزازية وموصلة الصلاة من أجل سلام القدس ومن جانبها أكدت البطرياركية اللاتينية في مدينة القدس أنها تضم صوتها إلى صوت جميع رؤساء الكنائس المسيحية في القدس مشيرة أن ما يجري في القدس على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك لقداسة أهل القدس وقداسة المدينة مدينة السلام ما يقتضي تدخلا فوريا وعاجلا احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد ينبوع والدة الإله القابل للحياة وبهذه المناسبة المجيدة رأس سيادة المطرن خريستوفور صلى الله خدمة القداس الإلهي بمشاركة لفيف من الأباء الكهنة والشبامسة في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين بحضور الأم عويس رئيسة الدير وأخويتها وقامت بخدمة الترتيل جوقة القديس نيقولاوس في الصريح بحضور جمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وفي كلمته الروحية أوضح سيادته أن الكنيسة المقدسة سعت لإبراز دور والدة الإله الفائقة القداسة حتى نكون مكرمين ومعظمين لها وبهذا تمتزج أفراح العياد المباركة مع أفراح القيامة المجيدة بهذا الأسبوع العظيم المقدس نحن بحضن أمنا الفائقة القداسة في ديرها هون في دبين ومين بقدر أنه يلتجأ لأمنا الفائقة القداسة وما تكون هي سريعة المعونة والاستجابة مكانتها في الكنيسة كالدائمة البتولية وثيوتوكوس والدة الإله كثير مهم أنه نحن في ضميرنا يكون في عنا مكانة أمنا الفائقة القداسة كما وضعتها كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية ثيوتوكوس والدة الإله والدائمة البتولية قبل وأثناء وبعد الملادة بتول طاهرة هاي هي مكانة أمنا والدة الإله في كنيستنا الأرثوذكسية وفي قلوبنا وعشان هيك الكنيسة اليوم بتبرزها قدوة إلنا حتى نقتضي فيها في زمن لتحطم كل القدوات في حياتنا كنيستنا اليوم بتبرز لنا أمنا الفائقة القداسة حتى تكون قدوة لبناتنا وأولادنا في حياتنا هون تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة لتتشيني مزار الطبوية ماري ألفونسين المقامي في كنيسة انتقال السيد العذراء للاتين في الصلط حيث خدمت في أول مدرسة في الأردن لمدارس البطرياركية اللاتينية لمدة سنتين وقد أقيم احتفال كبير بهذه المناسبة لتتشيني المزار عام 2016 برعاية البطريارك فؤاد طوال وحضور شخصيات دينية ورسمية وعامة مسيحية وإسلامية وجموع غفيرة من المواطنين وبهذه المناسبة المباركة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي استمرت في الصلط لمدة سنتين بين عامي 1887 ولغاية 1889 حيث قضتها بمحبة وإيمان ورجاء وتخليدا لما قدمته الأم ماري ألفونسين من خدمة للمدينة وكنيستها والتي تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء فقد قامت الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بتدشين هذا المزار على نفقة عائلتها الخاصة ويذكر أن مؤسسة رهبنة الوردية ماري ألفونسين أعلنت قديسة في السابع عشر من شهر أيار عام 2015 على يد قداسة البابا فرنسيس في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان وبهذه المناسبة نشكر الله تعالى ثم عائلة الدكتورة باسم السمعان على ما قامت به من جهد إيماني لتدشين هذا المكان المقدس على ثرى الأردن المبارك أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا تم بمجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر بحيث تصبح للأفراد اعتبارا من الساعة الحادي عشر مساء حتى الساعة السادسة صباحا لجميع أيام الأسبوع كما تصبح للمنشآت اعتبارا من الساعة عاشر ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا في جميع أيام الأسبوع باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك ويأتي هذا البلاغ في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطعيم وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الآمن يعني فتح معظم القطاعات مطلعة تموز المقبل وأيضا العودة إلى التعليم الوجهي في المدارس والجامعات في شهر أيلول المقبل أقيم في كنيستي مار جوارجيس ببلدة الخضر التابعة لمحافظة بيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس جوارجيس بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع كبير من المؤمنين من أبناء المنطقة المزيد في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي بمناسبة عيد القديس جوارجيس أقيم قداس احتفالي في بلدة الخضر القريبة من بيت لحمون ترأسه المتران تيوفانوس رئيس أساقفة جرش بمشاركة رئيس الدير الأرشماندريت أنانياس والأرشماندريت أغناتيوس والأباء خضر بارامكي ونكتاريوس والأب بولوس العلام والكهنة والشمامسة كما وأحيات جوقة الروم الأرتدوكس القداس وبحضور وتنظيم المجموعة الكشفية الأرتدوكسية العربية البيت جانية وحشر كبير من المؤمنين من أبناء المنطقة وألقى الأب بارامكي كلمة المتران تيوفانوس والذي قدم من خلالها التهاني لأبناء الكنيسة ولجميع الحضور كما وقدم نبذة عن حياة القديس الجوارجيس العظيم في الشهداء اليوم نحتفل في كنيسة القديس جوارجيس العظيم في الشهداء في ديره العامر في قرية الخضر بالقرب من مدينة بيت لحم هذه المدينة التراثية هذه المدينة التاريخية حيث ولادة الرب يسوع المسيح نحن هذا الدير المقدس منذ القرون الأولى كان موجود ونحن محافظين على هذا الدير المقدس الأبناء الرعية والمؤمنين يأتون من كل أنحاء العالم وخصوصا من الداخل من الشمال ومن الجنوب ومن الوساط ومن القدس للاحتفال بعيد القديس جوارجيس لأن هذا الدير المقدس في هذا الدير العامر يقال أنه أيضا القديس يظهر في الليل ويطوف حول هذا الدير لهذا إخوتنا المسلمون يقولون خضر الحي أو يقولون القديس جوارجيس الحي لأنهم يرونه أم عيونهم يرونهم حي يظهر على الحصان ويظهر أيضا دائما في الشدائد ويدافع عن الكنائس فهو لديه وقار جدا من جميع المؤمنين من كافة الطوائف وأيضا من المسحيين والمسلمين يكرمونه ويقدمون له الشموع والقربان ويقدمون البخور ويطلبون منه أن يتشفع لهم أمام العرش الإلهي الرب يسوع المسيح حتى يستمع لطلباتهم لأنه سريع الاستجابة عندما يطلبون منه يسمع لطلباتهم ويتشفع لهم أمام الرب ورب يستجيب له في كل وقت فكل عام وأنتم بخير نحن في زمن الفصح المجيد القيام المجيدة من كل الجميع المسيح قام حقا قام كل عام تسلمين لذول اللي حملين لشم جورج هذا دولي في كل العالم في جورج يعني تقول أوروبا وامريكا وكل عام تسلمين للورثودوكس اللي موجودون في كل المحل وخون كمان فيه لكا مار جيريش لشم أمه كان من بلد خون والأملاك هولي خون الأملاك هولي خون الأملاك هلو أملاك أمه وهذا الدير كديم والمسلمين كمان بكترمو وكل حوالينا مسلمين وأيشين ما بعده يعني بتفاهم المحبة وبالاخترام والحمد لله هذا يعني مناسب أصلا يبين هذا كيف أيشين وكيف نهره ما بعد بلاياد وخاصة هذا عيد البلد بس حاضر البلد بس كل البلد هنا بلد الكديمي ما عيادنا قيامة المسيخ هو كمان وابن البلد كابن عدم هو من سماء بس كمان بن عدم وعيادنا ونهيد ونفرق وهذا إشي لازم دائما بكون في كلبنا ونشايد نفهم أكثر أكثر لحياتنا ونمجد الله ونخلص نفسنا وبعد القداس جرت الدورة التقليدية في ساحة الكنيسة بمشاركة رئيس بلدية الخضر المحامي أحمد صلاح وأعضاء المجلس البلدي والمؤمنين حيث أقيمت الصلوات على وقع أصوات أجراس الكنيسة وترانيم الجوقة اليوم ككل عام احنا بنحتفل بعيد القديس الخضر ببلدة الخضر في هذا الدير الموجود على أراضي بلدة الخضر احنا بنحتفل من كل عام بتاريخ خمسة خمسة وستة خمسة في هذا العيد هو عيد لجميع السكان المنطقة جميع لجميع أهالي محافظة بيت لحم ولأهالي الخضر بالتحديد بغض النظر عن ديانتهم يعني احنا كلنا أخوة وكلنا أهالي وأصدقاء السنة الماضية لم يكن هناك أجواء لهذا العيد بسبب أوضاع جائحة كورونا التي كانت في البلاد نحمد الله هذا العام تمكننا من إقامة هذا العيد وإقامة الصلاة في دير الخضر نأمل أن يكون العياد القادمة نأمل أن تكون السلامي عن بلادنا وعن بلاد دولة فلسطين بأكملها الحضور جيد نوعا ما هذا العام بغض النظر عن الظروف الصعبة التي تمر بنا بسبب جائحة كورونا وبسبب تضييق الاحتلال علينا أيضا الالتزام كمان الالتزام من المواطنين الالتزام جيد والالتزام ممتاز نوعا ما مجموعة جميلة لقاء مرتب جميل يضم إخواننا المسلمين والمسيحيين في هذا اللقاء نقول للجميع أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير ينعاد على الجميع والكل بالصحة والسلامة والعافية ونتمنى السلامة من هذا الوباء الذي يجوب منطقتنا إن شاء الله باسم مارجريس يختفي هذا المرض نهائيا أهلا وسهلا فيكم وبعد الانتهاء توجه الجميع إلى قاعة الدير لتقديم التهاني بهذه المناسبة والجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية التي استمرت على مداري يومين فهي تشكل مشهد التآخي الحقيقي بين أبناء الشعب الواحد من خلال مشاركة الجميع دون تمييز لنرسات مارلين الحدوى من كنيسة القديس جوارجوس بلدة الخضر وبذات المناسبة احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القديس جوارجوس اللابس الضفر حيث ترأس قدس الأرشمندريت يورينيميوس الرئيس الروحي لمدينة الفحيص خدمة القداس الإلهي بمشاركة قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد ولفيف من الأباء الكهنة في مزار القديس جوارجوس الخضر في بلدة ماحص بحضور جمع من المؤمنين وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمن التباعد الاجتماعي والسلامة العامة وفي كنيسة تمار يوسف للاتين بجبل عمان أقيم قداس احتفالي بمناسبة عيد الرحمة الإلهية وفي عدة القداس الذي ترأسه راعي الكنيسة الأبو سام منصور أشار قدسه إلى أن عيد الرحمة الإلهية هو تمجيد لإحدى صفات الله التي لا يمكن لعقلنا البشري المحدود استيعابها حيث اختار الرب يسوع الأحد الأول بعد عيد الفصح المجيد للاحتفال بعيد الرحمة لأن هناك علاقة وثيقة بين سر مغفرة الخطايا في عيد الفصح وسر الرحمة الإلهية وأضاف الأب منصور قائلا أحد الرحمة وظهورات السيد المسيح للقديسة فاوستينا هي تثبيت لهذه الحقيقة الإلهية إنه في موت وقيامتي انتصارك في موت وقيامتي قوتك والدم والماء اللي جرى من جنب المسيح هو الرمز لكل النعم ولكل العطايا الإلهية اللي نحن بحاجة لإلها والليه سند ضعفنا سند شكنا سند ترددنا حتى نتغلب عليه ونقل الانتصار يسوع المسيح فظهورات السيد المسيح للقديسة فاوستينا واللي كانت بهاي الصورة اللي طلب بنفسه إنها تنطبع وظهر من قلبه ومن جنبه المطعون شععين الأبيض والأحمر رمز للماء والدم اللي فاضوا من قلبه بعد طعنة الجندي لإله في الحرب والكنيسة بتذكرنا إنه كل ما احتفلنا يعني تقول بالصلاة المسيح يا رب ينبوع الحكمة اللهم ينبوع الرحمة ساعدنا إنه ندرك دائما في أي ماء غسلتنا وبأي دم فدقتنا فالمسيح من نفس الرموز ومن نفس المعاني اللي اتفجرت على الصليب أراد إنه تبقى هاي الرحمة وهاي العلامات هي علامات انتصار إلى الأبد احتفلت الكنيسة الأرثوكسية يوم التاسع من شهر أيار الجاري بأحد توم الرسول والذي يقع لترجيا في الأحد الأول بعد الفصح المجيد وبهذه المناسبة البهية رأس سيادة المطرن خريستوفور صعط الله خدمة القداس الإلهي بمشاركة لفيفين من الأباء الكهنة والشمامسة في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة بعمان بحضور جمع من المؤمنين وفي أعدة القداس قال سيادته علينا أن نطلب الله ليحل في وسطنا وينزع عنا كل خوف وقلق واضطراب ونطلب منه أيضا أن يقوي إيماننا وينيرنا بالروح القدس وأن نتعامل مع التحديات التي تواجهنا في هذا الزمن بالثقة بالرب وأضاف سيادته المسيح قام وهاي هي أبنائي أن المسيحية مش ديانة المسيحية هي حقيقة معلنة من السماء المسيح حكى أنا الحق والطريق الحياة والقيامة أبنائي المسيح بعد قيامته بجسده القائم من بين الأموات حافظ على علامات المسامير في يديه وفي رجليه وعلى علامة الحربة في جنبه وهيك نحن في الملكوت السماوي رح نشوف المسيح ورح نعرفه إلهنا المتجسد وعشان هيك أراهم يديه ورجليه فرح التلاميذ قديش مهم أبنائي نبحث نحن في هذا الزمن اللي منعيشه للسلام الحقيقي الآتي من الله بسمع من جهات عديدة وبكل أسف بتيجينا كمان بعض أفكار وبعض رياضات وبعض أمور تعاليم غريبة عننا حتى من ديانات أسيوية اللي مجتمعنا الأردني بتأثر فيها وعمالي بسمع البعض بعمل رياضات هدوء وبعض بيحاول يعمل ضبط لبعض أمور فيه من خلال رياضات متنوعة وإلى آخره من الأمور العمالها بتنتشر بطريقة خطيرة في مجتمعنا لأنه المجتمع الجاهل روحيا عماله بعضها قيمة انتبهوا أبنائي أي شيء ما في المسيح بيكون فيه درر فيه قوى شيطانية بيكون بعيد عن المسيح انتبهوا قال مدير عامي هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن مؤشرات عودة الحركة السياحية للمملكة خلال الفترة المقبلة باتت قوية وأضاف أن خطة عمل الهيئة حاليا تتضمن عدة محاور منها تنشيط السياحة المحلية وعودة سياحة دول الجوار ليتم استقطابهم لزيارة المملكة مشيرا إلى وجود مفاوضات نهائية مع كبرى مكاتب السياحة العالمية لاستقطاب مزيدا من السياح وبأعداد ضخمة للمملكة متوقعا فتح المزيد من القطاعات السياحية ومنح المزيد من الإجراءات التحفيزية لهذا القطاع بعد عطلة عيد الفطر السعيد وبين عربيات أن وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة ستعملان على تنشيط السياحة المحلية والذي أعلن وزير السياحة والأثار عن إطلاقه مؤخرا حيث سيكون داعما للسياحة الداخلية كنيسة القديس شربل للموارني في مرج الحمام بعمان تعد من أجمل الكنائس في المملكة نظرا لموقعها الخلاب واستغابات الصنوبر والأشجار الحرجية المحيطة بها في المنطقة عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيسة زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي بين تلك الجبال والغابات الحرجية تقع كنيسة للموارنة على أرض في منطقة مرج الحمام بعمان تحمل اسم القديس شربل الذي عاش في بلادنا العربية وذاع سيطه في أرجاء المعمورة نتوقف نحن وإياكم اليوم لنسرد لكم محطات تاريخية في نشأة هذه الكنيسة التي تقشعر لها الأبدان حينما تدخلها كنيسة القديس شربل تعتبر أولى كنيسة مارونية في الأردن ففي عام 1998 منح جلالة المخفور له الملك الحسين بن طلال أرضاً للبطرياركية المارونية ليشيد عليها الكنيسة يا كنيسة يا مجيد أنت هي يا بيت وفيك ننطق الإداء ونستمد منه الحياة وفي نفس العام بارك غبطة البطريارك الكاردنال مارنصر الله صفير أعمال البناء ووضع الأساسات اللازمة وفي التاسع من تشرين الأول عام 2003 دشنا غبطته القسم الأول من المركز الماروني برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني وفي عام 2005 وضع غبطة البطريارك السفير حجر الأساس ليتم العمل على بناء الكنيسة التي أشرف عليها بكل محبة الخورسقف أنذاك جورج شيحان يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب خمسة عشر متراً وعرضها ما يقارب عشرين متراً يميز الكنيسة من الداخل الحنية التي رسم عليها أيقونة القديس شربيل يعلوها رب المجد يسوع وعلى جانب الكنيسة يوجد مزار صغير فيها أيقونة وذخائر للقديس ليتبارك منها كل قاص ودار في جوار الكنيسة مرافق متعددة بنيت حديثاً حدثنا عنها كاهن الرعية الأب سامر زكنون وأشار أيضاً إلى الفعاليات والأنشطة بالرعية نحن بالإضافة للمبنى الكنيسة اللي هو المبنى الحالي الموجود في عنا المرافق الأساسية اللي هي بيت الكاهن البيت الكاهن المؤلف من طابقين طابق الأول اللي هو مكاتب مكتب الرعية ومكتب الصالون الاجتماعات وصالون صغير بالإضافة للصالون الكبير للصالون الرسمي اللي هو جديد استحدث وأيضاً الصالون البابليك العام اللي بيحبوا أنه يقعدوا فيه العالم بشكل هيك بسيط وعنا بالمرافق الموجودة هون بالكنيسة عنا الطابق التحتاني اللي تحول للفوية اللي كان بسنة قبل ثلاثة سنين استقبلنا فيهم إخوتنا العراقية وعودنا جددنا هالمكان هذا وصلنا نستقبل فيه الحجاج اللي بيجوا من كل الأماكن أكيد للفوية في المطبخ في قاعة الأكل في اللوبي للاجتماعات للقاءات وعنا المكان القاعة الكبيري يلي كانت هي بالبداية قبل ما تدشن الكنيسة كانت هي الكنيسة كنا هناك نقدس ونقيم الاحتفالات فيها بالإضافة كمان بالمبنى ذاته في عنا اقتطعنا جزء منه وأسسنا حضاني حضانة القديسة أكوالينا بالإضافة عندنا البستان بستان مارشربل أو الحديقة الدير يلي بتستقبل كل الناس اللي بيحبهم يجوا يقعدوا يخدوا متنفس مع عائلاتهم يشووا يتسلوا يقضوا نهارهم أيضا عندنا كمان المكتبة المكتبة هي أنا بسميها كمان بما أن الرعية نحنا هنا رعية مارشربل هي مركزية مركزية بالعمان لأنه بتحضن جهتين كتير صعب أنه بينهم سين يتلاقوا ولكن بيلتقوا بمارشربل الهن اللي جايين من فلسطين على الأردن ما قدرين يروحوا على لبنان بيجي لهون واللي جايين من لبنان على الأردن اللي ما بيقدر يفوتوا على فلسطين أو على الأرض المقدس الخشب اللي موجود هنا اللي بتشوفوه الباب الكبير والضخم هو كله صنع في لبنان المذبح معمول من صخر صخر أردني منحوض بشكل طولي فيه يمكن مشروع إن شاء الله لقدام إنه ينعمل شي مميز للأردن وهو من فوسيفساء ينعمل العشاء السري من فوسيفساء وإن شاء الله بيكون هالشي جاهز أكيد بالرعية فيه عندنا مجلس وقف اللي هو يعنى بكل شؤون الأمور الكنيسي أملاك الكنيسي وكل ما يخص الكنيسي والإضافة لأنه عندنا جوقة كمان جوقة رائعة جدا تخدم الأدديس وتخدم الاحتفالات وتخدم كل ما يتعلق بالأكليل والعمدات بتعاليمك المضيئة أنت سيراج الطريق وبأسرارك النفيس تخدمنا يا سوع الرحيم كان فيه متبرعين كتير متبرعين من كل التوايف ومتبرعين إسلام ومن كل الجنسيات وكان أبونا جور شيحان لما كان أبونا هلأ صار سيدنا كان يقول لي يا بنتي الله بيدبر تيجي التبرعات من حيث لا تعرف ناس كانت تتبرع بالمصاري وناس كانت تتبرع بالعمل ليقدم كل هذا الحكي وما تعرف كيف كانت تيجي المصاري افتتاح الكنيسة كان بثماني أيار لألفين وعشرة كان سيدنا صفير وسيدنا بولوس السياح اللي كان هو متران حيفا والأراضي مقدسة وأبونا جور شيحان من اللي افتتحوا الكنيسة الكنيسة هون حلاوتة إنو عم تجمع من كل الطوارف ما في بس موارنة موارنة لحال في ناس كتير بيحبوا الموارنة أصدقاء للموارنة بيجوا ويجوا كلهم كان في بسات معباية كتير كتير يمكن كان في فوق الـ 1500 شخص كله بره بالساحة ويجيت الكشافة غنوا ورقصوا على افتتاح الكنيسة وكان الديث كتير على حالة لما إيجا مانسونيور جهاد ناصيف كان عم يعمل هون بيت مارشاربل لرياضة الروحية فكان تمثال مارشاربل محدود قدام البيت بطريقة إنه رح يخرب رح يروح منظره فنقلوا قدام شجرة الزيتون شجرة الزيتون صرت تتورق وصرت تعطي زيتون المعروف إنه الزيتون سنة إيه سنة لا بيعطي إلا شجرة مارشاربل كل سنة بتعطي زيتون يا مارشاربل يا إناء طيبا للقداسة فحا عطرك في كل المسكون تضرى لأجلنا بك تجد دادت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل دي ملجأي في كل دي بمناسبة بداية الشهر المريمي خصص برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة حلقة جديدة بعنوان مفاعل أسرار الوردية حيث مع انطلاق الشهر المريمي تكثر التقويات المريمية وأهمها صلاة المسبحة الوردية والتي تشمل أسرارها ركناً أساسياً للتأمل في الإنجيل المقدس فقد أغنى ضيوف الحلقة الموضوعة من عدة جوانب إذ تطرق الأباء الأجلة لممارسة تلاوة المسبحة الوردية وكذلك الأخوات الراهبات الفاضلات فإلى هناك أبونا تحدثنا وأنت يعني اللي بعرفه أنك أنت مخلص لمريم العدراء وصلاة المسبحة الوردية وأيضاً تتكلم بكل فخر عن مريم العدراء إن شاء الله فتحدثنا على الروحانية المسبح الوردية وروحانية الشهر الوردي الشهر المريمي وأصول المسبحة الوردية إن شاء الله على كل حال فعلاً أنا بالنسبة لأسعد الأوقات عندما أتكلم عن سيدة المريم العقدرا ومع سيداتنا مريم العقدرا وأكثر شيء بكرم سيدة مريم العذرة هو صلاة السلام عليك يا مريم اللي هي أهم صلاة بعض صلاة الأبانة وطبعا صلاة السلام وبالأخص صلاة المسبحة الوردية حديثي اليوم راح يكون في نقطتين النقطة الأولى مصدر الوردية وتنسيقها والنقطة الثانية روحانية الوردية النقطة الأولى عن مصدر كيف بدأت المسبحة وكيف وصلنا إلى وضح الحال كان المسيحيون في القرون الأولى يعدون صلواتهم وركعاتهم وسائر أعمالهم التقوية فيستعملون لذلك أحد الطريقتين إما يضعون كمية معروفة من الحجارة الصغيرة في جيبهم وينقلونها بالتتابع إلى الجيب الآخر وإما يمسكون حبلا معقدا بعقد معدودة فيعدون الصلوات مع العقد من جهة أخرى لما تأسست الأدرة والرهبانات من القرن الرابع وصاعدا كان الرهبان يصلون الفرض مشتركين وكان هذا الفرض مقصورا على تلاوة الصلاة الربية والسلام الملائكي وترتي المزامير بالبالك عددها 150 مزموط وفي مطلع القرن الثالث عشر أسس القديس دومينيك عبدالأحد رهبنته المعروفة باسم الدومينيكان وكان من المكرمين للعضراء مريم وكان عميق التفكير واسع للطلاع فأخذ هذه الحبلة المستعملة منذ مئات سنة تقريبا وانستقها وأضاف إليه بعض التأملات معتمدا على الأسرار الإلهية الثلاثة وعلى مشاركة العضراء في سر الخلاص البشري النقطة الثانية روحانية الوردية لقد سمى قداسة البابا بيوسة الثانية عشر الوردية خلاصة الإنجيل كله لأنها تضم تاريخ الخلاص في الله من تجسد الكلمة إلى الصعود والعنصرة والانتقار كما أن المسبحة تبين أيضا دور العضراء في مسيرة الخلاص يقول البابا يحنى بورسة الثانية تصلنا بالمسيح من خلال قلب أمه مريم ويناشدنا قائلا إني أشجعكم على الصلاة الوردية تينغماس في أسرار المسيح التجسد والألام والتصف ويتقدم لنا في مريم المثال الأكمل لتقبل أقوال المسيح وعماله الخلاصية كما ولحفظها والعيش بموجبها الوردية والتأمل صلاة الوردية بدون تأمل في السر المذكور مكان ظروف أبعاد خلاصية جسم بلا روح على سيدة مريم العضراء التي يقول عنها الإنجيل المقدس كانت تتأمل في قلبها في أسرار والكلمات الرب وإلا نكون كالوطنيين الذين يتوهمون أنهم لكثرة كلامهم يستجابوا لهم سرفاتة نحن اتصلنا اليوم نحكي عن روحانية الصلاة الوردية وأنتم رهبنة الوردية المقدسة فتخبرين عن هذه الصلاة وعن هذه الروحانية روحانية الرهبنة تفضلي مثل ما تفضلت حضرتك قبل بانطلاق الشهر المريمي تكثر التقويات المريمية وأهمها صلاة المسبحة الوردية فبالحقيقة صلاة مسبحة الوردية يا لها من صلاة بسيطة يتلوها الجميع ويرددها بمختلف مراحل العمر من الطفولة إلى الشيخوخة وأيضا يا لها من صلاة فاعلة تؤثر في النفس في نفس كل من يصليها ويتأمل بأسرارها فتقوده نحو اكتساب الفضائل ورفض الرذائل فالمسبحة تحرر الإنسان من قيد الخطيئة وبالحقيقة عندما نلاحظ المؤمنين وهم يصلون الوردية لا نعلم ما يدور في قلب وعقل كل مؤمن لكن دائما نلحظ من خلال ركوعهم من خلال مبرد صوتهم ومن خلال عيونهم المنحنية خشوعا والمرتفعة نحو السماء راجية صيض نعم السماء عليها نلاحظ أنهم يقدمون أمام أمنا مريم العذراء جميع احتياجاتهم صعوباتهم وخاصة في أيامنا هذه وما نواجهه من مخاوف وآلام وصعوبات وبالحقيقة جميع كل من يتوجه نحو مريم سيلتمس شفاعتها وينمس استجابتها في كل الأمور التي تخص خيره وخير من يصلي لأجلهم بسرسنة يعني كيف تجد المسبح الوردية كراهبة أنت كشو على الأقوة أو المفاعلها أو النعم اللي بتاخدوها من المسبح الوردية صحيح أنا بالنسبة لأيلي رح أشارككم مشاركة شخصية وراح أشارككم بردهبنة طبعتنا كيف احنا منعيش هذا الشيء نعم بالنسبة لأيلي عندما قلت دكتورة باسمة أمي نفسجتي كانت دايما ماسك المسبحة بإيضا وبتردد الصلاة المسبحة باستمرار وكانت تفتح دايما النورثات تتابع المسبح الوردية معهم نعم فمن طفورتي وأنا عايش هذا الشيء وبذكر بدعوتي كمان من ضمن العلامات اللي ربنا بعثها لأيلي هي حلم من حلمته أنه يسوع بيقولنا لمجموعة احنا تعالوا اتبعوني وفعنا نتبع يسوع هو بيمشي وانحنا منمشي وراه وبعد ما يختفي يسوع بلاقي هيك للعذرة بروح بصلي وبركع قدامه ولما دخلت الدير الرهبنة لحسن سبحان الله دخلت برهبنة هي بتحمل اسم مرسلات مريم فرانسيس كام مرسلات مريم فأنا هذا الشيء خلاني أعيش دعوة خاصة ربنا دعاني إياها من صفورتي لكملت فيها حتى الآن بعيش هذا الشيء مع مريم العذرة نحن الرهبانة تبعثنا منعيش تقاوية مريم العدرة بس كمان بنفس الوقت بنحمل الكاريزمة بنحمل روحانية مريم العدرة روحانية مريمية يعني مش بس تقاوية كمان تأملية بكل شيء بتعيش مريم العدرة بكرتوا أنتوا أنه المسبحة الوردية بدون تأملات بتنسوا غلط نائط مضبوط فتأكد هذا الشيء من أسرار الفرح السر الأول لما الملاك جاء بشر مريم العدرة قال لها أنك راح تكوني أم الله هي تأكدت من فضاء الله هذا وميزته منيح وقالت ها أنا أمة للرب نحن بالرهبانة منعيش هاي النقطة منعيش ها أنا أمة للرب تقديمت الدات على مثال مريم العدرة إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها بطاركة ورؤساء كنائس القدس يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء التطورات الأخيرة في القدس الكنيسة الأتذكسية تحتفل بعيد ينبوع والدة الإله القابل للحياة الذكرى الخامسة لتدشين مزار الطباوية ماري ألفونسين في الصلب تقليص ساعات الحضر الليلي في الأردن اعتباراً من أول أيام عيد الفطر حتى نلقاكم مع الزانة طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر